المشكلة هلأ أنه سعر صرف الدولار رح يتأثر برفع الدعم على المحروقات يعني كل الأموال يلي كان مأمنا مصرف لبنان الدولارات رح تنتقل على السوق الحرة ورح يصير في ضغط وطلب على الدولار فأنا برأيي ما في سقف لسعر صرف الدولار لأنه ما بنعرف هالمبالغ يلي رح تنطلب للمحروقات يعني إذا بينتقل ممكن تروحوا على التسعير بالدولار بس يمكن بالآنون ما بيحدد لكم لا بالآنون ما نسعر بالدولار لكن نحن شايفين أنه سعر الصرف رح يرتفع بطريقة كتير كتير عالية وأكيد أسعار السلح رح تلحقه وأكيد ما حدا رح يعود يقدر إن كان تحت مستوى خط الفقر أو لا رح يصير الكل تحت مستوى خط الفقر لأنه سعر صرف الدولار يمكن يصير 40 أو 50 ألف ما فيه يعني حتى اقتصادية ما بقدر أقول أي مستوى رح يصل له سعر الصرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر